طيب قول يا محمد لما انت يا معاول لسه انا قاسف في اللفظ يعني صغير او شركة مأولاد صغيرة او ما النجيب سويرس وسميح سويرس بيعملوا ازاي دول معاديين بقى دول بيقطعوا في البلد وانت مش قاعد في الكمية الحاجات اللي هما بيعملوها او الغنى الخيال اللي هما بيوصلوا ليه ما انا قلتها بقى كده يا محمد لا بصي محمد انا محبش الكلام في العموم نجيب سويرس انت بقاول صغير بالنسبة لنجيب طبعا انا مش عاصدين صغير ما انا بقولك انت بص انا قدي ايه ما بالك ده بعمل ازاي بقى ايه بقى الحجم المشاريع بقى قول لي هل انت لديك واقع عن نجيب سويرس او سميح او انسي مع الجيش فيها فساد بالشكل ده شغالين مع الجيش وعملين مدينة العالمين وشغالين معه في الكائد العسكري واشتغلوا معنا في القصور وشغالين معنا في العاصمة الادارية ومبسوطين بيهم وفرحانين بيهم وبينفذوا كل اللي هم عايزين النهاردة نجيب بينتقد الشغل مع الجيش او بتدخل الجيش في الشغل النهاردة عشان ما عم تشوفوا لا النهاردة نجيب سويرس بيقول ان الجيش بيتدخل او الحكومة بتتدخل يعني وانه بيقطع يعني مش سايبين قطاعات طيب هو نجيب سويرس ما عملش معهم الشغل بقاله سنين النهاردة بس صح منهم اكتشف ان الجيش شغال في كل قطاعات ليه هو نجيب سويرس مش معش ان هم بيشتغلوا في الجنباري وفي السمك لما سيسرح هناك وفتتح المشروع بتاع الميلة ده بتاع السمك انا فاكر كان اسمه ايه كان فين مش فاكر يعني مش نجيب سويرس هو اللي بيعمل فندوق الماسة اللي في العالمين اللي جنب مارينة الارض الفاضي لجنب مارينة هو نجيب سويرس صحيح النهاردة منهم يعني واكتشف ان الجيش بيشتغل في قطاعاته ما ينفعش ومالك ان نجيب سويرس فين السنين اللي فاتت كان معيت الله رحمه ما اللي كان هيه مش مخيب بالي معلش ولا انا كنت اهمي من نجيب سويرس يعني انت كشركة صغيرة استاذ محمد اتعاملت مع كامل وزير شخصيا مش كده انا شفت صور ليك مع كامل وزير مصبوط خيالك ممكن يروح فين اذا كان انت مع شركة صغيرة اتعاملت مع كامل فما بالك بنجيب ممكن يكون بتعامل مع مين كامل مع استيسي دايركت ومع كامل وعشان كده عامل الجونة لو محمد علي كامل عشر سنين كامل حزر صانيب عندي وانا التاني ان شاء الله جنبيه ما ايه ناس ما متعرفش تجيره ما عرف نصراع براحبنا هم اللي هم ليس اعلانين وليه همهم ان الجيش يبضل سليم انه الجيش بيعرف تهرطاس وتديره النسبة بتاعته وانت ممكن تكسب قد الجيش عشر مرات ما هو بس مشكلته في ايه ان يعرف ازاي خرج الفلوس عن طريق قنوات شرعية فاصحاب الشركات هم قنوات الشرعية اللي بتخرج لك الفلوس عشان كده يقول لك لا ترى لا تسمع لا تتكلم دي اول وصية عشان تنجع في منظومة الجيش اشتركوا في القناة